اشتركوا في القناة السابع والعشرين من ايلول الفين واحد عشر ودون شرحين طويل نقول الصور المستخدمة عائدة الى الخامس عشر من ايلول من العام الفين وثمانية يعني مو كتير بس شت التسنين لورا بس وفي احداث امنية خارج حدود سوريا وقالت الليبراسيون وموقع العربية ان المسلحين هم من الشبيحة في سوريا صحيفة الليبراسيون بثت الصور من قبل وهي لمقاتلين فلسطينيين من حركة فتح وهم في حال استنفار ويطلقون النار على مقاتلين من مجموعات اسلامية ينتمون الى فتح الاسلام وذلك في مخيم اللاجئين الفلسطينيين في عين الحلوة قرب صيدة في جنوب لبنان ويومها نشرت وكالة الصحافة الفرنسية الصور والصور موثقة في موقع وكالة الصحافة نفسها اي اف بي والصور ارفقت ايضا بشرح عن تفاصيلها ووقائع الاحداث التي دارت يومها اي قبل ثلاث سنوات وفي هذه الصور التي نشرت جملة واحدة يظهر المدخل الشمالي لمخيم عين الحلوة قرب حاجز للجيش اللبناني وعلى الجدار قرب المقاتلين ظهر ملسق للأسير اللبناني المحرر سمير القنطار وفي صور اخرى التقطت في اليوم نفسه نشرتها وكالة الصحافة الفرنسية والى جانب الصورة المستخدمة على انها للشبيحة ظهر حاجز للجيش اللبناني مع ارزته الكبيرة ونازحون ايضا وعالم فلسطين رسم على دشمة عسكرية للمقاتلين الفلسطينيين خلاصة الكلام هنا في هذه الحالة لا مجال باي حال من الاحوال للقول اليوتيوب هو اللي عرضوا نشر ونحن اخذنا منه شو عرفنا انه مو مزبوط هنا الصور مأخوذة عن وكالة الاخبار الفرنسية العالمية وسبق ان نشرتها صحيفة اللي برانسيون العالمية ايضا وتاريخ استخدامها الاول واضح يعني ما في حجة وعلى سيرة وكالة الانباء الفرنسية هذا خبر فندته شبكة شام المؤيدة نشرته الوكالة نفسها فيما يقص طرد السفير الامريكي من قبل مواطنين سوريين في دمشق وصيغة الخبر كانت على الشكل التالي تعرض موالون معارضون للنظام السوري للسفير الامريكي في دمشق وعنها اخذت الخبر كل المواقع الاخرى وبنفس الصيغة موالون معارضون يعني مشغربون يسارين فوتحت وراء امام وعلى هالمئياس ايس وقد يبدو هذا الخبر عاديا قليل الاهمية اذا ما نظرنا الى هذا الخبر على صحيفة المستقبل متظاهرون في قاع البحر تحت الماء في حمص يطالبون بكذا وكذا ترى لبنان قريبها؟ يعني اللي كاتب الخبر المفروض انه بيعرف ان حمص بعمرة ما شمت ريحة البحر لك شو جاب البحر لحمص؟ بس هيك بحيجونا نحكي لأو الصورة ووتر بروف ضد المي وكما سبح حمص كلها في مياه المحيط نقل عامودة التي هي في اقصى شمال شرقي سوريا الى ريف دمشق التوزيع الحقيقي على الارض لا يخدم فيوزعون على مبدأ شيلبيلي وكما التوزيع الرتب العسكرية ايضا لا تخدم وصارت قرارات الترفيع العسكرية تصدر عن محطات فضائية رياض الاسعد الرتب التي اثقلت كاهلة تشير الى انه عقيد ولكنه مرة رفع الى عميد كما اشرنا بتقرير سابق وهذه المرة رفع الى لواء يقول اللواء رياض الاسعد يقول اللواء رياض الاسعد وهو احد اكبر الضباط المسلم خايف نستنى اسبوعين يسلموا قيادة حلف شمال الاطلسي الله يستور